حياكم الله في سبيشل تي بين طبعا سبيشل تي بين يقوم فكرته على القهوة المختصة القهوة المختصة فكرتها الاهتمام بالقهوة من ناحية زراعتها حصادها حمصها وأخيرا تحضيرها المشروع هذا ولله الحمد يعني قام عليه ثلاث شباب سعوديين نقوم بأنفسنا باختيار القهوة على البن من المزارع بشكل مباشر ننتقي كل زراعة وحصاد للقهوة ونقوم بأنفسنا بحمص القهوة بمدينة الخبر طبعا الفكرة الأهم من موضوع القهوة المختصة أنه تختلف تماما عن فكرة القهوة التجارية لأن القهوة التجارية تكون غير معروفة المصدر ودرجة الجودة حقتها مختلفة تماما متفاوتة فإحنا دائما ننتقي أجود أنواع البن ولها حتى معايير حسب معايير الجمعية جمعية القهوة المختصة سواء في أوروبا أو في أمريكا أي قهوة تكون نجيبها تكون دائما متعدية 85 من 100 فالقهوة اللي احنا ولله الحمد مميزين فيها قهوة من أثيوبيا من أمريكا الوسطى ومن أمريكا الجنوبية ولله الحمد يعني في غضون عدة أشهر استطعنا ولله الحمد يعني أن نشكل فارق كبير في سوق القهوة وكذلك يعني أيقننا فعلا الناس تدور الجودة وينما كانت فهذه نبدة بسيطة عن مكاننا نحن في الخبر شارع أمير بندر تقاطة 21 وبإمكانكم حتى تشوفون سناب كود حقنا بالمتابعة آخر الأحداث وآخر التغطيات وما خلف الكواليس كذلك ومشكورين ويعطيكم العافية